توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية ثامونية بمضبطات بلغت قرابة 68 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالات الحجب والاحتكار والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 44 طن مواد غدائية وغير غدائية كما تم ضبط أكثر من 23.5 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية من بينها 165 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 46 طن أقماح محلية موسيقى